اهلا بكم الجديد في حصة مغاربية احدى عشرة اتفاقية تعاون في مختلف المجالات كانت نتاجا عقادي الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة بين الجزائر وفرنسا التوقيع على تلك الاتفاقيات جاء خلال زيارة التي اجرتها رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن الى الجزائر لمدة يومين والتقت خلالها كبار مسؤولي الدولة الزيارة التي ترأست فيها بورن وفدا من خمسة عشر وزيرا يراها مراقبون استكمالا لمسار المصالحة والشراكة الذي بدأه الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون خلال زيارته الى الجزائر نهاية اغسطس الماضي وكان ملف طاقة من ابرز الملفات التي حملتها بورن حيث اكدت ان عقود الغاز بين فرنسا والجزائر بعيدة عن جدل تسقيف الاسعار الدائري حاليا في الاتحاد الاوروبي على الجانب الاخر تمسكت الجزائر باسترجاع الارشيف المصادر من قبل فرنسا خلال فترة الاحتلال وتعويض الضحايا خطوات اخرى من التقارب لتثبيت المصالحة بين الجزائر وباريس بعقد الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابات بورن التي حلت في الجزائر رفقة 15 وزيرا ترأست بالمناصفة مع رئيس الوزراء الجزائري ايمن بن عبد الرحمن اجتماع اللجنة الحكومية والذي اصفر عن التوقيع على 11 اتفاقية تعاون في العديد من المجالات محدثات جارية حاليا بين مختلف القطاعات الوزرية للمضي نحو افاق جديدة كما قلت وسوف تبدأ زيارات الوزراء من الطرفين من اجل تجشيد هذا الملح الجديد للعلاقات الجزائرية الفرنسية ورغم تركيز الجانب الفرنسي على اهمية تمتين الشراكة واذابة الجليد في العلاقات بين البلدين لم تغفل رئيسة الوزراء الفرنسية الحديث عن ملف الغاز مؤكدة ان العقود مع الجزائر غير معنية بجدل تسقيف الاسعار الدائر في الاتحاد الاوروبي لان عقود الغاز بين الجزائر وفرنسا غير قائمة على اساس الاسعار الفورية العقود التي تربطنا بالجزائر والتي تربط مؤسساتنا بالمؤسسات الجزائرية ليست مثل ما هو الحال مع الدول التي تتعامل بالاسعار الفورية وبالتالي فان المناقشات التي يتم اجراؤها على المستوى الاوروبية لتسقيف اسعار الغاز لا تتعلق بالعقود مع الجزائر وكان المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي احدى الورشات التي جمعت رجال الاعمال من البلدين وحاول خلالها الجانب الجزائري الترويج لقانون الاستثمار الجديد القانون الجديد هو جرعة امل وخبر مفرح في 2013 عندما انشأنا مؤسستنا كنا في اطار قاعدة 51-49 والتخلي عن هذه القاعدة مشجع للمؤسسات الاجنبية جزائر منفتحة على كل الاستثمارات في كل مجال خاصة المجال الفلاحة والسياحة والصناعة والبيترو كيميويت لكن احنا اليوم اتخلنا في مرحل جديد بما ان هناك قانون الاستثمار الجديد بكل نصوص التطبيقية هناك قوانين راح توصل وتم خلال زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية توقيع محضر نقل ملكية قطع نقدية اثرية تمت مصادراتها خلال فترة الاحتلال الفرنسي ورغم تعبير رئيس الوزراء الجزائري عن ارتياح بلاده لتشكيل لجنة المؤرخين المشتركة للعمل على تسوية ملف الذاكرة اكد التمسك باسترجاع الارشيف المصادر من قبل الاحتلال الفرنسي وتعويض ضحايا التفجيرات النووية وتطهير مواقعها بالصحراء الجزائرية حسن جزيري قناة الغد الجزائر نرحب ضيفينا من الجزائر علي اربيج البرلماني واستاذ العلوم السياسية من باريس طارق وهبي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية سيد علي اربيج الجزائر وقعت العديد من الاتفاقيات مؤخرا مع فرنسا هل تصرعت الجزائر بابرام هذه الاتفاقيات بينما القضايا الحساسة والجوهرية ما تزال مفتوحة على الطاولة؟ مساء الخيس سيدي تحية لك ولكل مشاهدكم لا اعتقد بان العلاقات الدولية او العلاقات الجزائرية الفرنسية تخضع للتسرع او تخضع للارتجالية بقدر ما تخضع الى الدراسة والتأني في اتخاذ اي قرار انت تعرف حساسية واهمية هذه العلاقة بين الجزائر وفرنسا وانت تعرف ان هذه الاتفاقيات الاحدى عشر التي وقعت وقعت بعد توطر وبعد شد وجد في العلاقات بين الجزائر وفرنسا بسبب تصريحات الرئيس ماكرون ولكن يبدو ان فرنسا والطرف الفرنسي الان يتجه نحو تبني مقاربة مختلفة هذه المقاربة ستبنى على اساس قاعدة رابح رابح وببنية وبرؤية اقتصادية وهذا تتويجا للقاء الذي كان مؤخرا بين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس ماكرون وتم على توقيع ما يسمى باعلان الجزائر الذي توج اليوم بالتوقيع على احدى عشر اتفاقية في قطاعات مهمة جدا منها الصناعة العمل الفلاحة التعليم العالي التكنولوجيا وهي قطاعات مهمة جدا اذا انا لا اجد اي قراءة في التسرع بقدر ما نقول انها اليوم هي العلاقات تتجه في الاتجاه الصحيح وهو التصحيح الذي قام به الطرف الفرنسي الذي كان مخطئا في رؤيته الى المنطقة والى الجزائر والى انه يعتبر الجزائر كزابون وكعميل تجاري ولكن لم ينظر الينا كشريك اقتصادي يمكن التعويل عليه ولكن مع هذا انا ربما اقول بانه هذه المرحلة ستكون مرحلة الترقب والبلاحظة ما هي ردود فعل الطرف الفرنسي وهل هو جاد في تطبيق وترجمة هذه الاتفاقيات على ارض الواقع سيد طارق وعبي من باريس بعض التصريحات والقرارات الفرنسية ازعجت مؤخرا الجزائر كثيرا كيف استطاع الجانب الفرنسي بزيارتين ان يحتوي هذا الانزعاج الرسمي الجزائري ويحوله الى العكس تماما بتوقيع كل هذه الاتفاقيات مساء الخير استاذ نبيل شكرا للاستضافة وتحية لك ولضيفك الكريم من الجزائر سيد العزيز دعني اقول ان عنوان هذا اللقاء ما بين الجزائر وفرنسا هو انسجام كلمة وحيدة هو انسجام بمعنى ان الرئيس ماكرون مع الرئيس الجزائري اراد حقيقة ان يكون هناك انسجام حقيقي بمفهوم كل هذه الاتفاقيات التي وقعت وتحييد بعض الملفات التي هي شائكة ومن اهمها الموضوع الذي له علاقة بالذين يريد فرنسا ان ترحلهم منها الى الجزائر لا تعترف بقبول ترحيل هؤلاء لكن ليس هذا فقط سيد وهبي هناك ملفات اعمق من ذلك تعود الى حقبة الاحتلال والتفجيرات النووية وما شابه استاذ نبيل كل عندما نراجع التاريخ ما بين الفرنسا والجزائر هناك عدة مشاكل الذي يبحث دائما بمراجعة هذا التاريخ لن يخرج من هذه الدائرة التي يجب ان نقفلها بمفهوم ليس بلا نهاية ابدا نقفلها بمعنى ان ندرس وان نأخذ العبر منها وهذا ما اراده الرئيس ماكرون بطلب من السيد ستورا بالموافقة مع الجزائر بهذا الموضوع للوصول الى حلول التي انا برأيي يجب ان تظل خارج ما نسميه الاعلام وحديث الاعلام خصوصا التدخل السياسي لبعض الاحزاب الفرنسية التي في اماكن ما يعني بدل ان تنجح المبادرة تفشلها خليني اقول بصراحة تامة فرنسا تريد من الجزائر ان يكون لها كما قال ضيفك من الجزائر شريك حقيقي وليس فقط زبون له علاقة بتوريد البضائع الى الجزائر وهذا مهم لاننا الكل يقول ان فرنسا قامت بانزال حكومي في الجزائر بمعنى انها ذهبت ب16 وزير لان لاجب ان لا ننسى ان سيد كاستكس الوزير السابق رئيس الوزراء السابق رفضت زيارته لان مستوى التمثيل الحكومي لم يكن بالنسبة للجزائر مهمة لذلك السيدة بورد انتجت ما اسميه العنوان الرئيسي هو انسجام بمعنى انها ارادت ان لا تضع الملفات الشائكة على الطاولة ولكن فقط تكلمت بما نسميه المصالح المشتركة الاول يامة بين جزائر وفرنسا تتحدث عن انسجام جزائر فرنسي اعود هنا لسيد علي ربيج تسمعوني سيد ربيج نعم سيد ربيج نعم لان اسمع العلاقات الجزائرية الفرنسية طوال العقود الماضية كانت تقترب وتتباعد بناء على ظروف معينة هل اعادة العلاقات هذه المرة على اساس متين وقوي تضمن الجزائر بان لا تسوء مجددا شوف انا كنت اجد صعوبة في استماعي لضيفك كنت اتمنى اسمع مداخلته هو يتفق معك تقريبا في الكثير من النقاط يتفق معك في الكثير من النقاط ليس هناك خلاف تقريبا بين رأيك تفضل نعم نعم الان تطرح سؤال هل اليوم العلاقات الجزائرية الفرنسية اليوم مبنية على ارضية وعلى نقطة ارتكاز مهمة يمكن التعويل عليها في المستقبل انا اعتقد ان الطرفين كالمطلوب منهم اعادة تصحيح الكثير من الاختلالات حتى نحن كطرف جزائرين نقول اننا كذلك كان فيه نقائص عندما نتكلم على قانون 49 و 51 عندما نتكلم على قانون الاستثمار نتكلم على المنظومة البنكية كان فيه عراقيل بالنسبة للمستثمر ليس فقط الفرنسي كان يجد صعوبة في التأقلم وكذلك الجانب البيروقراطي ولكن في المقابل المسئولية تقع كذلك على الطرف الفرنسي كما قلت لك طيلة كل هذه العقود فرنسا والشركاء الفرنسيين والاقتصاديين ورجال الاعمال والشركات الفرنسية لم تنظر الى الجزائر على ان ذلك الشريك الاقتصادي الذي يمكن التعويل عليه نظرت الينا على اساس ان ذلك الزبون او ذلك الشرطي او الدركي الذي يحمي حدود فرنسا واوروبا الجنوبية ما الذي تغير الان ما الذي تغير الان سيد ربيش ما الذي تغير الان حتى لا نغرق كثيرا في الماضي ما الذي تغير الان سأقول لك ما الذي تغير تغير ان فرنسا وعت بان الجزائر بمكانتها وامكانيتها وموقعها الاستراتيجي في المنطقة يمكن ان تكون جزء من الحل الذي تغير هو هذا الذهب في اتجاه غير صحيح في علاقتها مع الجزائر الان هناك ارادة سياسية فيه ارادة ومقاربة جديدة لمسناها من هذا الانزال الحكومي الذي جاءت به الوزير الاولى الفرنسية وهذا التوقيع على هذه الاتفاقية وكذلك اشارة يجب تذكير بها المشاهد ان الجزائر اختارت عملية تنويع الشركة ووقعنا اعداد كبيرة من الاتفاقية مع الشركة الايطالي اذا فرنسا تشعر بانه هناك منافسة قوية من طرف ايطاليا روسيا تركيا امريكا كل هؤلاء الان يدخلوا على الجزائر وهي لا تريد ان تخسر هذا الشريك الاقتصادي والاستراتيجي في المنطقة فالان هي تسحح الاخطاء تحتها ولهذا نقول لك الان نحن في لحظة ترقب وملاحظة هل الشريك الفرنسي اليوم هذه المرة هو جاد في ذهاب الى اصلاح اخطائه واختلالته وبهذا نفتح علاقات جديدة تصحيح الاخطاء والاختلالات هنا المقصود بها فيما يتعلق بالماضي اسأل سيد طارق وهبي من الواضح بان فرنسا بحاجة للجزائر في ظل الظروف الدولية الراهنة وازمة الطاقة في اوروبا وكان هذه الاتفاقيات بناء على تفاهمات او وعود فرنسية بحلحلة الماضي الالين بين الطرفين فيما يتعلق بالذاكرة والتفجيرات النووية والتعوضات وما شابه ولكن سؤال لك سيد طارق وهبي ما الضمانات ان لا تتراجع فرنسا عن هذه الوعود وعن هذه التفاهمات التي قدمتها للجزائريين مع اول خلاف او مع اول انتخابات خصوصا وان حضوظ اليمين المتطرف في فرنسا في صعود سيد العزيز الحكم استمرارية تستطيع الحكومات الفرنسية القادمة في حال ان يقال ان الرئيس مكرون قد يحل البرلمان الفرنسي وقد يكون هناك انتخابات جديدة ورغم ذلك يجب ان لنسى ان الحكم استمرارية بمعنى ان الحكومة التي ستأتي ستأخذ بعين الاعتبار كل ما قامت به الحكومة التي كانت قبلها وهذا ما يسمى لدى الدول استمرارية الحكم اكثر من ذلك جدية ما نسميه سيادة الدول وعلى توقيعها وتوقيعها بالمفهوم الدبلوماسي اذا انا برأيي لا يمكن لا يمكن اسمعني جيدا يا سيدي لا يمكن لفرنسا ان تتخلى عن ما نسميه الجزائر الجزائر هي حب فرنسا كما الجزائر حبها فرنسا يعني هناك علاقة قوية ومتينة بين الاثنين ولذلك هناك نوعا من الحب والكره في هذه العلاقة لذلك انا اقول ان لكي تنجح هذه العلاقة يجب ان يكون هناك صراحة تامة بمفهوم المصالح المشتركة ما بين فرنسا والجزائر حضرتك ذكرت بعض الملفات باختصار لو سمحت هذه الملفات الشائكة التي حضرتك ذكرتها انا برأيي هناك لجنة حكومية مشتركة تدرسها اكثر من ذلك هناك لجنة مهمة لم يتم الحديث عنها وخصوصا بمفهوم الارهاب بمعنى ان الجزائر تشارك فرنسا بموضوع نعم هذا ما اقول هذا ما اتحدث عنه تظل خطوات رمزية ربما قد تتراجع عنها فرنسا المستقبل الموضوع الرمزي الذي له علاقة بقتل الناس ليس رمزي بكل تأكيد انا اتحدث عن تشكيل اللجنة بكل تأكيد خط احمر والجزائر وفرنسا تتعاونان لكي لا نصل من جديد الى ما نسميه القاعدة في افريقيا الى الموقع الذي كان قد انحصرت اليه للاسف الوقت انتهى تماما اشكركم جزيلا من باريس طارق وهبي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية من الجزائر علي ربيج البرلماني واستاذ العلوم السياسية